اقرى تنظيم القاعدة بمقتل اكثر من خمسة من عناصره في مواجهة مع مسلح انصار الله بمنطقة ارحب شمال العاصمة صنعا وقالت جماعة انصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في بيان نشرته اليوم في حسابها بتويتر قالت ان اثنين ممن وصفهم البيان بمجاهد انصار الشريعة قتل في الاشتباكات مع الحوثيين في ارحب واوضح البيان ان علي الحنق نجل الشيخ محمد الحنق قتل يوم السبت فيما قتل ابو الوليد الصنعاني يوم الاحد واضافت جماعة انصار الله انه بعد مقتل ابو الوليد الصنعاني تحركت مجموعة من المجاهدين بينهم امير الصنعاني وابو رعد الصنعاني وشامل الصنعاني لمساندة اخوانهم ضد مسلح انصار الله غير انهم وقعوا في كمين نصبه حوثيون في الطريق عند منطقة عومرة باتجاه جبل الصمع ليتنقطع اخبارهم بعدها بشكل يرجح استشهادهم حسب قول البيان يأتي هذا بعد يوم واحد من سيطرة مسلح انصار الله على مديرية ارحب بصنع